اشتركوا في القناة الميزانات الشبكية وعرفنا ايه هي الميزانات الشبكية وعرفنا يعني ايه فترة كنتورية يعني ايه خط كنتور يعني ايه خواص خطوط الكنتور والعوامل اللي بتعقف عليها الفترة الكنتورية واهداف الخريطة الكنتورية اتكلمنا مع بعض وقلنا ان الميزانات الشبكية وزا ما احنا عارفين ان هي بتنشأ على القطاعين الطولي والعرضي معا لقطعة ارض يراد معرفة مناسبها المختلفة قلنا ان خطوط الكنتور عندي ايه هي خطوط الكنتور او ايه هو خط الكنتور قلنا ان هو خط وهمي منحني يمر بجميع النقط المتحدة في المنسوب او ذات المنسوب الواحد قلنا خواص خطوط الكنتور او الخاصية فيها ان جميع النقط التي يمر بها خط كنتور واحد متحدة في المنسوب ده او الخاصية الخاصية الثانية قلنا ان خطوط الكنتور لابد ان تكون مغلقة الا اذا انتهت عند حدود الخريطة ايضا قلنا ان خطوط الكنتور لا يمكن ان تتقاطع لا يمكن تقاطع خطين كنتورين مختلفين في المنسوب الا اذا كان فيه صخرة معلقة او كهف خطوط الكنتور بتتقارب في الانحضارات الشديدة وبتتباعد في الانحضارات الايه البسيطة قلنا ان المسافات بين خطوط الكنتور متساوية في حالة الانحضار المنتظم والعكس صحيح دي كان خواص خطوط الكنتور يب احنا عرفنا ايه هو خط الكنتور وعرفنا ايه هي خواصه برضو اتكلمنا عن الفترة الكنتورية والعوامل التي تحدد الفترة الكنتورية قلنا ان الفترة الكنتورية هي المسافة الرأسية بين اي خطين كنتورين متتاليين ولها اسم تاني اللي هو الفاصل الرأسي بلو قال لي الفاصل الرأسي او الفترة الكنتورية الاثنين بمعنى واحد ان الفاصل الرأسي او الفترة الكنتورية هي المسافة الرأسية بين اي خطين كنتورين متتاليين وتكلمنا عن العوامل التي يتوقف عليها الفترة الكنتورية زي الوقت والتكاليف والوقت هنا يعني الزمن ان طبيعة سطح الارض ان مقياس الرسم المطلوب ان الدقة المطلوب ان الغرض الذي من اجله ترسم الخريطة برضو تناولنا هي ايه الهدف من المزانات الشبكية او ايه فويدها او ايه فويد الخريطة الكنتورية قلنا ان هي بتعطينا فكرة عن طبيعة الارض من خلالها اقدر احسب منسوب اي نقطة بدقة وبسهولة بنحسب مكعبات الحفر والردم بتحدد لي مسارات المشاريع الهندسي ده مقتصر الحلقة اللي فاتت النهاردة بقى حبيبي عايزين ناخد مسألة ودي مسألة مهمة جدا اللي هي ازاي نحسب مكعبات الحفر والردم من الميزانية الشبكية لما اجي اعمل مسألة ميزانية الشبكية او اقسم الارض في الاساس الارض بتتقسم الى مستطيلات او مربعات بس انا عايزة بعض الحاجات البسيطة اللي لابد تكون انت ملم بيها عشان تقدر تمشي في الميزانية الشبكية زي لازم تكون عارف مساحة المربع بتسويه مساحة المستطيل بتسويه مساحة المسلس مساحة الشبه المنحرف لان الاربع دول انت هتحتاجهم في حل المسال يعني لابد نكون عارفين مساحة المربع بتسوي طول الضلع في نفسه مساحة المستطيل بتسوي الطول في العرض مساحة المسلس بتسوي القاعدة في الارتفاع على اتنين مساحة الشبه المنحرف بتسوي مجموعة القاعدتين يعني القاعدة الكبرى زي القاعدة الصغرى مقسوم على اتنين مضروف في الارتفاع دي حاجات اساسية في حلك للمسألة برضو من الحاجات الاساسية لما تجي تقسم الارض الارض اصلا هتتقسم الى يا مربعات يا مستطيلات ممكن يدخل معاها مسلس ممكن يدخل معاها شبه ايه منحرف طيب نقول مع بعض مثال ونحله ونشوف احنا هنحل المثال ازاي حبيبي هنخلكم معايا هنا كده واحنا بنحل المثال مع بعض بنكتبه هو بسم الله الرحمن الرحيم كل الناس هتركز معايا هنا في الورقة بنقول قطعة الارض التي امامك قطعة الارض التي امامك اجريت لها اجريت لها ميزانية شبكية اجريت لها ميزانية شبكية بتأسيمها بتأسيمها الى مربعات بتأسيمها الى ايه الى مربعات نخلي بقى بلنا مع بعض طول ضلع المربع 20 متر والمطلوب حساب مكعبات الحفر على منسوب 6 6 متر اجريت لها وادي رسمة المسألة عندي اهي هنا ستة ستة ونص سبعة ستة واربعين هنا سبعة وعشرين هنا ستة وتمانين هنا ستة وعشرين هنا ستة وسبعة من عسرة هنا تمانية هو الدني كده المسألة حبايا بيقول لي قطعة الأرض التي أمامك أجريت لها ميزانية شبكية بتأسيمها إلى مربعات طول دلع المربع ركز عشرين متر والمطلوب ايه المطلوب عندي المطلوب حساب مكعبات الحفرة على منسوب ستة هو حدد لك حدد هنا المنسوب ستة هتشتغل انت على ايه على ستة كلام جميل هروح هنا طبعا جايب أحل كده أبدأ أحل ازاي هنركن دي هنا كده معي وتركزه معي حقابي هرسلوا نفس الرسمة الأول اهو اعيد الرسمة بتاعتي هقول له هنا التسوية على التسوية على منسوب ستة معنى ايه التسوية على منسوب ستة معنى ان الأرقام اللي قدامي دي يا حبيبي كل رقم من دول حينطرح من كام من ستة نبدأ نقول ستة واحطه في مكانه يعني انا هطرح من هنا واحطه في مكانه في الرسمة بتاعتي في كرس الإجابة هقول له هنا قدي ستة ستة من ستة هنا صفر هنا ستة وكام دي ستة وسبعة ستة وسبعة من ستة سبعة من عشرة اهي ستة وعشرين من مية من ستة هيبقى عشرين من مية هنا ستة ونص من ستة خمسين من مية وبعدين ستة من سبعة واحد واحد ثم ستة واربعين من ستة هيبقى اربعين من مية سبعة وعشرين من ستة واحد وعشرين ثم تمانية من ستة اتنين ثم اخر حاجة عندي ستة وتمانين من ستة تمانين من مية وهو ده اللي انا هشتغل عليه يبقى اذا حبيبي اول حاجة عملتها انا رحت راسم نفس الرسمة زي ما انتوا شايفين وبعدين كتبت التسوية على منسوب ستة اللي هو مطلوب مني طرحت الستة دي من كل الارقام اللي موجودة في المسألة هو بقول لي حساب مكعبات الحفر يبقى الارقام اللي عندي طبعا اعلى من منسوب التسوية بتاعي طرحت كان ستة من ستة صفر وهنا الفرق سبعة من عشرة هنا الفرق عشرين من مية هنا تمانين من مية هنا واحد عشرين هنا اربعين من مية هنا واحد صحيح هنا خمسين من مية هنا اتنين هبدأ اطبق القانون بتاعي هقول له كده مكعبات اهي مكعبات الحفر تساوي سين على اربعة هنعرف يعني ايه كل حاجة بنقل سين الف زائد اتنين ب زائد تلاتة جيم زائد اربعة ديل وقف القص بتاعي يب احنا قلنا مكعبات الحفر هتساوي سين على اربعة وبنقل سين الف زائد اتنين ب زائد تلاتة جيم زائد اربعة ديل طبعا قلب بواحد بس ما بتكتبش الواحد يعني قلب به جيم ديل قلب بواحد به باثنين جيم بتلاتة ديل باربعة عشان اخد درجات في المسألة اقول له يعني ايه الكلام ده بيقول ايه اقول له حيس وان حيس وان سين تساوي وهذا شوية هو قال لي ايه قال ان الارض قسمت الى ايه يا شباب قسمت الى مربعات اذا سين هنا هي مساحة المربع سين تساوي مساحة المربع قسمت الى المستطيلات يبسين مساحة المستطيل وابدأ ايه نقول ب جيم ديل الف مجموع طيب مجموع مين هي انت بتساوي على منسوب ستة والارقام اللي عندك دي الارقام اللي عندك دي كلها اعلى من الستة يبا الارقام دي بترتفع عن الستة ولا بتنخفض عن الستة لا بترتفع طبعا يبا هقول له كده مجموع الف مجموع ارتفاعات المشتركة في مربع واحد عن منسوب التسوية عن منسوب مين التسوية تمام طيب وابه نفس القصة مجموع ارتفاعات النقط المشتركة في ايه بقى في مربعين لاني به بي كنين عن منسوب التسوية جيم مجموع ارتفاعات النقط المشتركة في سلاس مربعات عن منسوب التسوية ديل مجموع ارتفاعات المشتركة في اربع مربعات عن منسوب التسوية اذن حبيبي اول حاجة هتعملها في المسألة انك تكتب القانون وتعود نفسك كده انك ما فيش قانون تسيبه احتمال تغلط في حل المسألة فبالتالي المصاحح بيدور على حاجة يشان يديك عليها درجة فلما يلاقيك كاتب القانون هيديك درجة القانون اللي انت كاتبها فلما نشوف المسألة هو طلب مني حساب مكعبات الحفرة على منسوب ستة يبقى بقوله كده التسوية على منسوب ستة زي ما هو قال لي وارسم الرسمة وبعدين اطرح كل الارقام اللي موجودة في الرسمة من المنسوب اللي هو اعطهولي اللي هو الستة بعد ما رسمت الرسمة هنطرح كل الرقم من الستة ونحط في مكانه وبعدين نكتب القانون هو طالب مني مكعبات الحفرة يبقى هقوله مكعبات الحفرة هتساوي سين على اربعة بين قوسين الف زي اتنين به زي تلاتة جيم زي اربعة دال وقل له يعني ايه الكلام ده افسرهوله اقول له حيث ان سين تساوي سين هنا حبيبي اما ان تكون مساحة مربع او مساحة الموسطيل بس هو مديني ايه في المسألة هو قال لي سين الارض متقسمة الى مربعات يبقى فورا هقول له سين تساوي مساحة المربع طب لو كان قال ان الارض متقسمة الى موسطيلات هقول له ايه هقول له سين تساوي مساحة الموسطيل يبقى ما تتلخبطش سين اما ان تكون مساحة مربع اما ان تكون مساحة موسطيل على حسب معطيات المسال كلام جميل كتبنا سين هي مساحة المربع يفضل يعني ايه ويعني ايه ب ويعني ايه جيم ويعني ايه دال هقول له حيث ان الى بقى مجموعة بس اهدى شوي هي الارقام اللي عندي اعلى من الستة ولا اقل من الستة لا اعلى يعني بترتفع ولا بتنخفض لا بترتفع يبقى هقول قاليف بتساوي مجموعة ارتفاعات النقطة المشتركة في مربع واحد عن منسوب التسوية هنا يعني ايه بقى عن منسوب التسوية مش انت طرحت الارقام اللي عندك من منسوب التسوية هي ديت بقى عن منسوب التسوية يعني مطروحة من منسوب التسوية طب به بقى به مجموع ارتفاعات النقط المشتركة في كام مربعين احنا بقولك اتنين به يبقى المشتركة في كام مربع مربعين عن منسوب التسوية وجيم برضو مجموع ارتفاعات النقط المشتركة في سلاس مربعات عن منسوب التسوية وده المجموع ارتفاعات النقط المشتركة في أربع مربعات عن منسوب التسويل إذن أنت كتبت ما يعبر عنه القانون أنت كده وضحت للمصحح أنت راجل فاهم بتشتغل إزاي وعارف القول أنت كتبه إيه هو بالزبط قوم أنا حتى كمصحح أدي لك درجة القانون لأنه بتوزع القانون درجة لابد تكون أنت كتبها بعد ما كتبت القانون أبدأ بقى حل ها نجي بقى نرجع مع بعض كده في الحل كده شباب نشوف كده مع بعض نقول أنت بتقول لي سين مساحة المربع كلام جميل وإحنا اتفقنا مع بعض وقلنا مساحة المربع بتساوي إيه تقول الضلع في نفسه أهي سين تساوي مساحة المربع طيب هو قال لي في المثال إيه إن مساحة المربع كام؟ عشرين يبقى إذن سين تساوي عشرين في عشرين بربعمية متر مربع يبقى سين تساوي ربعمية نجيب ألف واجيب ب واجيب جين واجيب دال يساوي ألف هي النقاط ودي مهمة بقى الناس تركز معي فيها النقاط التي تشترك في مربع واحد نروح للرسمة بصوا كرة حبابي معايا فين هنا النقاط اللي بتشترك في مربع واحد هروح للأركان هروح لمين؟ الأركان وهو مين؟ الصفر لا يشترك إلا في هذا المربع هروح لمن للواحد؟ لا يشترك إلا في هذا المربع الواحد وعشرين كذلك العشرين من مية كذلك إذن هما دول النقاط التي تشترك في مربع ايه؟ واحد واللي خدتوا قبل كده ما اخدوش تاني تمام عنقلهم بقى هم صفر زائد واحد زائد واحد عشرين زائد عشرين من مية نجمع واحد وعشرين من مية يبقى اتنين وعشرين وعشرين من مية اتنين واربعين من مية متر تمام نروح لمن؟ لا به به هي النقاط التي تشترك في مربعين نروح للمثال المثال بتاعك اهو ألاقي مين بيشترك في مربعين؟ ألاقي الخمسين من مية تشترك في هذا المربع وفي هذا المربع ألاقي القبلها التمين في المية هذا المربع وهذا المربع مين كمان السبعين من مية تشترك هنا وبتشترك هنا وبتشترك هنا اذا المربعين هي اللي بتبقى وقفة في النص علي منها مربع على شمالها مربع يبقوا لنا الخمسين من مية واللي قصدها الثمانين من مية والسبعين من مية والاربعين من مية ننقلهم في مكانهم ادي هنا خمسين من مية وسط به طبعا زائد التمانين من مية زائد السبعين من مية زائد الاربعين من مية يساوي نجمع كده طبعا صفر الاول اهو خمسة وتمانية تلات عشر وسبعة عشرين آآ عشرين هيبقى اتنين يعني اتنين واربعين من مية اتنين واربعين من مية متر نجيب جيم جيم تساوي ان يبقى جيم هي التي تشترك في كام مربع ثلاث مربعات ابوس كده لمسألة هو هنا في نقطة تشترك في ثلاث مربعات لا مفيش نقطة بتشترك في ثلاث مربعات طب لو انا اعتبرت المسألة بالشكل ده كده يعني ده مش موجود قاسف يعني انا حاطت هنا كده احط كده ورقة كده بشكل ده كده اهي كده اخبي دي اهي لو كانت الارض بشكل ده كده اه الاقي الاتنين هي التي تشترك في ثلاث مربعات لكن لما ارجع للمسألة بتاعت كده ملقش في حاجة بتشترك في ثلاثة اذا نجيم تساوي صفر يبقى هنا صفر دال التي تشترك في اربع مربعات لائمين لاثنين تشترك في هذا المربع وتشترك في المربع ده وتشترك في المربع ده وتشترك في المربع ده يبقى دال باثنين اهي متر اذا انا طلعت سين والف وبي وجيم ودال كل حاجة عندك ما يعبر عنه القانون كله جبته اذا اطبق القانون واقول مكعبات اهي مكعبات الحفر تساوي شرط الكسر اهي بقول لي سين على الاربعة سين بربع مية مقسومة على الاربعة والاربعة ده رقم ثابت يا حبيبي مش بيتغير الاربعة رقم ثابت ما بيتغيرش وافتح كده القوس بتاعي الف انا طلعت الف باثنين واربعين زائل اتنين به يبقى بنقل سين كده اتنين في قيمة به اتنين في اتنين واربعين زائل تلاتة جيم يبقى تلاتة في قيمة جيم جيم بصفر زائل اربعة دال اربعة في اتنين واقفل كده أبدأ أقول ربع مية على أربعة فائل كان حبيبي فيها المية وآد القوس بتاعي أنزل لتين واربعين زي ما هي وأبدأ أضرب اتنين في اتنين واربعين أدي صفر اتنين في اربعة بتمانية علامة اتنين في اتنين باربعة زائد تلاتة في صفر بصفر زائد اتنين في اربعة او اربعة في اتنين بتمانية وقفل القوس بهذا الشكل يب احنا كده حبيبي نزلنا لتين واربعين اللي هي قيمة ألف قيمة به مضروبة في اتنين تلاتة أربعة وتمانين مية قيمة جيم مضروبة في تلاتة قيمة دال مضروبة في أربعة ده النواتج يبقى دل مية هي فيه كان بقى نجمع دول طبعا هيب هنا صفر اربعة وتمانية اتناصر اتنين ومعنا الواحد تلاتة واربعة سبعة سبعة وتمانية خمستاشر يساوي اضرب مية في خمستاشر واتنين وعشرين يطلع الناتج عندي صفر اتنين واحد في اتنين باتنين واحد في خمسة بخمسة واحد في واحد بواحد والعنى بعد رقمين الف وخمسمية وعشرين متر مكعب الف وخمسمية وعشرين متر مكعب وبكده اتحلت المسألة حبيبي اخد عشرة على عشرة يب احنا بدأنا المسألة كالقاتي بدأنا المسألة كالقاتي قلنا ايه قلنا التسوية على منسوب ستة ويه جينا المسألة اللي هو من دهالي بالشكل ده روح تنائل الرسمة اهي وبلغت اطرح كل رقم من دول من منسوب التسوية بتاعي اللي هو كام ستة قلنا كده ستة من ستة صفر ستة من ستة وسبعة سبعة من عشرة قلنا ستة من ستة وعشرين التلعة عشرين من مية وقلنا ستة من ستة ونص تلعة خمسين من مية وستة من تمانية ادي اتنين ودي ستة من ستة تمانية تمانين من مية ودي ستة من السبعة واحد وقادي ستة اربعين من ستة اربعين من مية وقادي الفرق بين سبعة وعشرين والستة واحد وعشرين من مية تمام محتراكا كده المسألة على جنب وبدأت اكتب القانون اقول مكعبات الحفر تساوي سين على اربعة وافتح كده قوس واقول الف زياد اتنين بي زياد تلاتة جيم زياد اربعة دال حيث ان اكتب ما يعبر عنه القانون سين تساوي مساحة المربع لان الارض قسمت الى مربعات واقول له يعني الف يعني ايه بي يعني ايه جيم يعني ايه دال الف يعني مجموع ارتفاعات النقط المشتركة في مربع واحد عن منسوب التسوية بي نفس القصة كده مجموع ارتفاعات النقط المشتركة في مربعين برضو عن منسوب التسوية جيم مجموع ارتفاعات النقط المشتركة في سلاس مربعات عن منسوب التسوية ده المجموع ارتفاعات النقط المشتركة في أربع مربعات عن منسوب التسوي ده القانون وما يعبر عنه القانون أبدأ نحل نبدأ نحل نقول نسين تساوي طبعا هنا الأرض مربعات ونسين مساحة مربع يوه احنا عارفين إن المربع مساحته بتساوي طول الضلع في نفسه يوه بعشرين في عشرين بتساوي ربعملت نتر مربع ألف عبارة عن إيه عبارة عن النقط المشتركة في مربع واحد رحنا للمسألة اللي أنا رسمتها في الأول فين النقاط هنا التي تشترك في مربع واحد ألاء الصفر ألاء الواحد واحد عشرين عشرين من مية وأنا علمت عليهم عشان أنا ما أخدهمش إيه تاني ده ألف وروح تنقلهم صفر واحد واحد عشرين عشرين من مية مجموعهم اتنين واربعين نجيب به أرقام به به اللي بتشتري في اتنين اللي بيشتري في اتنين هو الخمسين من مية وصدها التامانين من مية السبعين من مية العربعين من مية اذا هم الانصف اللي هو ببقى ايه الرقم اللي هو هيبقى على يمينهم ربع وعلى شمالهم ربع ما انهم هنا هم خمسين من مية معندش جيم يبقى جيم قيمة جين بتسوي ايه صفر دال هي التي تشترك في اربع مربعات اي مين دال عندي اي الاثنين بتشترك في المربع ده وبتشترك في المربع ده يبقى دال باتنين اذا مكعبات الحفر تساوي سين على اربعة وبين خصين ادي قيمة الف اتنين واربعين و ادي قيمة ب مضروبة في اتنين زائد قيمة جين مضروبة في تلاتة زائد قيمة دال مضروبة في اربعة بدأنا نقول ربعمية على اربعة واحنا قلنا حبيبي الاربعة ده رقم سابت ربعمية على اربعة يساوي مية و ادي اتنين واربعين تنزل زي ما هي و ادي اضرب اتنين في اتنين واربعين يطلع اربعة وتمانين زائد قيمة جين مضروبة في تلاتة تلاتة في صفر بصفر زائد قيمة دال مضروبة في اربعة اربعة في اتنين بتمانية يبقى قادل مية تنزل زي ما هي وجمع اتنين واربعين زائد اربعة تمانين زائد صفر زائد تمانية يبقى الاجمال هنا او مجموعهم خمستاشر وعشرين اضرب في مية هيطلع الف وخمسمية وعشرين متر مربع متر مكعب الف خمسمية وعشرين متر مكعب كده حبيبي احنا خلصنا المسألة بتاعتي اللي هي ازاي نحسب مكعبات الحفر وزي ما اتفقنا قلنا عشان نحسب مكعبات الحفر فاي مسألة لازم تكون عارف القانون وكل ما تكون انت فاهم القانون وعارفه كويس هتلاقي الدنيا سهلة جدا معاك بسيطة جدا مسألة رائعة بتينزل في امتحانات باستمرار احنا خدنا نسال على مكعبات الحفر طيب عايزين ناخد برضو مثال على مكعبات الردم بس الحالة دي بقى حنقسم الارض الى مستطيلات وفي نفس الوقت حندخل مسلس مع المسألة وبكده احنا يبقى ايه امت تبقى الارض متقسمة من مربعات بس ممكن تبقى متقسمة لمن ربعات بس او مستطيلات بس لأ هو عملهاي عملهاي لك دلوقتي مستطيلات وروح يدخلي يدخلي في المسألة ايه مسلس تعالوا معايا حبيبي نشوف كده مع بعض مثال تاني على ازاي نحسب مكعبات عندي اهي حنقول مع بعض كده نتركزوا معايا مثال قطعة ننصبت كده الورقة قطعة اهي الارض التي امامك اجريت لها نيزانية شبكية بتأسيمها بتأ سي مها الى مستطيلات ابعاد المستطيل عشرين في عشرة متر يعني طول المستطيل عشرين وعرضه عشرة والمطلوب حساب مكعبات الردم على منسوب عشرة متر وراح مديني المسألة قدام زي ما انت شايف كده اهي اهي كده عشان تبقى انت شايف ايه? واضح قدام منك اهيه? مسلس. وراح هنا كاتب لي كده. تمانية متر ونص. هنا تسعة. هنا عشرة. هنا تسعة ونص. تسعة وعشرة من مية. هنا تمانية واربعين. هنا تمانية وستين. هنا تمانية. يبقى دي المسألة اللي هو الدهائل. قطعة الارض التي امامك اجريت لها ميزانية شبكية بتأسيمها الى مستطيلات ابعاد المستطيل عشرين في عشرة يعني طول المستطيل عشرين وعرض عشرة والمطلوب حساب مكعبات الردم على منسوب عشرة واداني المسألة زي ما انت شايف الرسمة كده. فورا انا هاجي على ورقة فيك الراسة اللي جابة بتاعتي اهي. وروح ايه زا ما اتعودنا ارسم نفس الرسمة اهي. نفس الرسمة. بسم الله. هنا في مسألة صح? سيبه دلوقتي. سيبه مسألة مش مش ترسمه دلوقتي. بس احنا هنيجي هنا نقول ايه? التسوية. التسوية اهي. التسوية على متر. يعني كل الارقام اللي عندك هنا في المسألة هتنترح من كام? من عشرة. زي ما اتفقنا. نقول دي تمانية ونص من عشرة كام? واحد ونص. دي تسعة من عشرة كام? واحد. هنا عشرة من عشرة كام? صفر. هنا تسعة ونص من عشرة كام? نص. اي خمسة من عشرة يعني. تسعة وعشرة من عشرة كام? تسعين من مية. هنا تمانية واربعين من عشرة ستين من مية. تمانية من عشرة اتنين. اتنين. اه. هنا تمانية وستين من عشرة واحد واربعين من مية. واحد واربعين من مية. طي. معي بقى. هبدأ اكتب القانون بتاعي. زي ما تعودنا مع بعض. هنكتب القانون. هقول له مكعبات. مكعبات. هنا مكعبات مين يا شطار? الردم. تساوي. سين على اربعة. ودي هنا القوس كده هقول له الف. زي اتنين ب. زي تلاتة جين. زي اربعة دل. بس هزود هنا ايه بقى? زي مكعبات ردم المسلس. زي مكعبات ردم المسلس. المسألة زادت مسلس. المسألة زادت ايه? مسلس. يبقى معي يا حبيبي هنا بقى. لما نيجي. معي يا بقى حبيبي. لما نيجي نحل مسألة زي دي. مسألة ازاي نحسب مكعبات الردم. في مثال زود فيه مسلس. هذا المثال زاد عندي مسلس. قلنا هنكتب القوان بتاعها دي خالص. مكعبات الردم تساوي. سين على اربعة. بينقسين. الف. زائد اتنين به. زائد تلاتة جين. زائد اربعة دل. وقف القوس وقوله. زائد مكعبات ردم المسلس. طب افرض الارض زادت شبه منحرف. برضو نفس القصة. هقول زائد مكعبات ردم الشبه منحرف. طب افرض الارض كان فيها الاتنين. مسلس وشبه منحرف. يبقى هقول زائد مكعبات ردم المسلس والشبه منحرف. يبقى احنا عارفنا. اما ان تأتي المسألة وتكون مستطيلات فقط. او مربعات فقط. يبقى يا مستطيلات. يا مربعات. طيب. واما ان تأتي المسألة وهي زائدة عندي مسلس. يبقى هقول ايه? هقول زائد مكعبات سواء كان بقى حفر او ردم المسلس. او زادت شبه منحرف. هقول برضو زائد مكعبات حفر او ردم حسب المثال شبه منحرف. وممكن يجي في المثال لاتنين. المسلس وشبه منحرف. يبقى انت هتقول لي زائد مكعبات سواء كان حفر او ردم المسلس والشبه الايه? المنحرف. تمام? تمام. بعد ما بنكتب القانون برضو لازم نكتب ما يعبر عنه القانون. مش تنسى. هنقول سين مساحة ايه بقى? لابد تكون قاري معطيات المسألة. صح? علشان تقدر ما تخطأش وايه? وتقع في خطأ يضيع منك المسألة. لأ هو قال ان الارض متقسمة الى مستطيلات. يبقى انت فورا سين هتقول لي سين تساوي مساحة الايه المستطيل. وانت عارف كويس جدا ان مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض. مساحة المستطيل هتساوي الطول في الايه? في العرض. وهنقول بعد كده. مجموع. هنا بقى الارقام اللي عندي المناسيب اللي عندي هي اقل من منسوب التساوي. يبقى هتقول بقى مجموع ارتفاعات ولا مجموع انخفاضات? هنقول لا مجموع ايه? مجموع انخفاضات. النقط التي تشترك في مستطيل واحد عن منسوب التساوي. وبه مجموع مجموع انخفاضات النقط التي تشترك في مستطيلين عن منسوب التساوي. وجيم مجموع انخفاضات النقاط التي تشترك في سلاس مستطيلات عن منسوب التساوي. ودال مجموع النقاط التي تشترك في اربع مستطيلات عن منسوب التساوي. يبقى انت كده ايه? كتبت? يعني ايه سين? بجيم دال. تيجي نكتبهم ونحلوهم مع بعض وبعدين نشوف المسلس هنعمل في ايه خليكم معي هقول له كده سين هقول له سين تساوي مساحة المستطيل اهي كل الناس معي حرايبي اهي سين تساوي مساحة المستطيل وقول له الف بجيم دال كل ده قلنا مجموعة اهي مجموعة 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 ايه مجموعة انخفاضات النقط المشتركة في مستطيل واحد عن منسوب الايه عن منسوب التسوية اهو عن منسوب التسوية به مجموعة انخفاضات النقط المشتركة في مستطيلين اهم مستطيلين برضو عن منسوب التسوية جيم مجموع انخفاضات النقط المشتركة في سلاس مستطيلات عن منسوب التسوية جيم مجموع انخفاضات النقط المشتركة في اربع مستطيلات عن منسوب التسوية اربع مستطيلات عن منسوب ايه حبيبي؟ عن منسوب التسوية يبا احنا كتبنا كده القانون بيقول سين نساحة المستطيل والف مجموع انخفاضات النقط المشتركة في مستطيل واحد وبه المشتركة في مستطيلين وده المشتركة في تلات مستطيلات وده مشتركة في اربع مستطيلات جيم هي مشتركة في تلاتة وده الفاربعة وحنبدأ مع بعض ايه؟ نحل المثال ونطبق بقى القانون سين نقول كده مع بعض سين اهي تساوي مساحة المستطيل اروح للمسال بتاعي اهو هو المستطيل كم في كم عشرين في عشرة يبقى هنا هقوله عشرين في عشرة بمتين متر مربع طول المستطيل عشرين عرضه عشرة يبقى عشرين في عشرة بمتين متر ايه مربع اطلع الف وبه وجيم ودال يساوي مع بعض قلنا ان الف هي النقاط التي تشترك في اين في المستطيل او مربع هنا المستطيل يبقى المستطيل واحد نطلحها مع بعض ونركز كواس جدا حبيب اهي الواحد ونص لا يشترك الا في هذا المستطيل الواحد والاربعين ها الستين من مية التسعين من مية الصفر اتفقنا مع بعض في الف نروح للفين نروح للاركان في الف نروح للاركان اللي هو واحد ونص الواحد واربعين ستين من مية التسعين من مية الصفر صفر وصفر طبعا في كل قد سفر خمسة واربعة تسعة تسعة وستة خمستاشر خمستاشر وتسعة اربعة وعشرين اربعة ومعانا الاتنين تلاتة اربعة يبقى اربعة واربعين من مية متر ده الف طب به بقى به التي تشترك في مستطيلين اللي هما مين اه هم الواحد يشترك هنا وهنا النص ده هنا وهنا في حاجة تاني لا فيش جردول اه مفيش جردول يبقى الواحد زائد نص الخمسين من مية هيسوي كام اهو واحد وخمسين من مية متر جيم اه جيم بقى بتشترك في تلاتة عندي موجودة الاتنين بتشترك هنا وهنا وهنا تلات نقاطهم يبقى جيم باتنين اه اه الاتنين دال التي تشترك في اربعة يا ترى عندي في الرسمة دي نقطة تشترك في اربعة طبعا لا ما عنديش يبقى دال هتساوي صفر اهي صفر طيب يبقى انت كده جبت سين وجبنا الف وجبنا ايه وجبنا به وجبنا جيم وجبنا ايه دال معايا حبابي طيب هنبدأ بقى ايه نجنع قيمة الف باربعة واربعين قيمة ب واحد ونص قيمة جيم باتنين قيمة دال بصفر هتطبق القانون بتاعي واقول له اذا مكعبات رأي مكعبات ركز بقى معايا رأي المستطيلات اهي تساوي بتساوي ايه بقى يا حبيبي القانون بتاعي سين على اربعة سين بمتين على اربعة ودلقصة هو قيمة الف اربعة واربعين زائد قيمة به اتنين في واحد ونص زائد قيمة جيم تلاتة في اتنين زائد قيمة دال اربعة في صفر واقفل القص بتاعي اقول له متين على اربعة فهل كام فهل خمسين وادي القص بتاعي اهو انزل لاربعة واربعين زائد اتنين في واحد ونص زائد بتلاتة زائد اتنين في تلاتة بستة زائد اربعة في صفر بصفر واقفل كده اقول له ايه اقول له ادي الخمسين مضروبة فيه نجمع دول ادي الاربعين من مية الاول واقول اربعة وثلاتة سبعة سبعة وستة تلات عشر يساوي اضرب ادي الصفرين اربعة بخمسة بعشرين سفر معنا الاتنين التلاتة بخمسة بخمسة واثنين سبعة تصر معنا الواحد واحد خمسة بخمسة وواحد وبقى ستة والعلامة بعد رقمين ستمية وسبعين متر المكعب ستمية وسبعين متر مكعب اذا احنا كده جبنا مكعبات ردم المساطيلات لسا مين بقى المثلس اه لسا المثلس او انبقى راسم المثلس بقى اهو اجي هنا كده ارسم المثلس اهو ده المثلس بتاعي ليه انا رسمته في الاخر عشان ما تتلخبطش في النقاط الي انت حتاخدها عشان ما تتلخبطش في النقاط اللي هتاخدها لألف او بي او جيم او دا تمام تمام اما اقول له هنا بقى ايه هقول له هنا كده مكعبات اخد كده خط اهو اختار دي فوق كده عشان نشوفها مع بعض اقول له هنا كده مكعبات ردم المسلس تساوي مساحة المسلس في متوسط اركانه مساحة المسلس في متوسط اركانه مين شطر هيقول لي بقى مساحة المسلس اكيد كتير عارفينه عبر عن القاعدة في الارتفاع على اتنين تمام يب احنا عارفين ان مساحة المسلس قاعدة في ارتفاع على كام على اتنين طيب نقول مع بعض بقى ايه في متوسط اركان دا كله طيب يب حنيجي هنا نقول مع بعض ايه حنقول طيب هو القاعدة كام والارتفاع كام نروح للرسمة اهي الرسمة بتاعتي ايه معاي يا حبيبي ادي القاعدة و ادي الارتفاع من يقول لي القاعدة كام والارتفاع كام ما هو القاعدة ضلع من اضلع المستطيل والارتفاع هو ضلع من اضلع المستطيل يعني هنا ابعاد المستطيل كان في كام 20 ابعاد المستطيل 20 في 10 ابعاد المستطيل 20 في 10 يب انا هقول هنا كده اهو 20 في 10 على 2 بين قسين بقى اهو متوسط اركان المسلس هو المسلس له كام ركن ثلاثة واحد اتنين ثلاثة الركن الاولاني كام واحد اربعين زائد زائد الركن الركن التاني كام ها ستين من مية زائد الركن التالت كام اتنين واسم على كام على ثلاثة يب انا هقول له 20 في 10 بمتين متين على 2 فالكام فهالمية في ادي مية اجمع دول واحد واربعين وستين باتنين اتنين واتنين وبا كام اربعة اربعة على مين على الثلاثة يب انا هو بقول كده اللي حسبت عطي ايه هقول كده مية في اربعة تمام مقصومة على كام على الثلاثة يساوي شابت هنا يساوي مية تلاتة وتلاتين مية تلاتة وتلاتين وتلاتة من عشر يب انا تكده جبت مكعبات رد من مين المسلس اقوم في النهاية اجمع المكعبات بتاعة المسلس مع مكعبات ردم المستطيل اذا يديني الاجمال كل المسألة ها حبيبي اتمنى كده ان كوني المسألة ان شاء الله كده بتاعتنا احنا فهمها كويس يب احنا احنا المسألة دلوقتي خدناها فيها زيادة مسلس يب انت جبت مكعبات ردم المستطيل وجبت مكعبات ردم المسلس جبت مكعبات ردم المستطيل ستمية وسبعين متر مكعب وجبت مكعبات ردم المسلس مية تلاتة وتلاتين وتلاتة من عشر هقوله في النهاية اذا اجمال المكعبات يساوي اجمال مكعبات الارض كلها يساوي مكعبات ردم المستطيل زائد مكعبات ردم المسلس يعني أجمع ستمية وسبعين زائد مية تلاتة وتلاتين هديني تمنمية وتلاتة متر مكعب وبكده يباحنا أنهينا وخلصنا المثال بتاعي يباحنا النهاردة خدنا مع بعض إزاي نجيب مكعبات الحفر والردم من الميزانية الشبكية أشكر حسن استماعكم وأشكركم على متابعتكم المستمرة معنا وأرجو أنه نكون عند حسن ظنكم وقدرنا نبسط كده المنهج وكانت مسألة الميزانية الشبكية هي آخر مسألة معنا في الميزانيات وبكده حبيبي إحنا أنهينا النهاردة المساحة بالميزانية اللي هي دي خاصة بالترمي الأولاني وإن شاء الله هيبقى مع الحلقة القادمة في مراجعة كده عامة مجموعة أسئلة عشان نكون كلنا استفدنا من المساحة وإيه هي الأسئلة اللي ممكن تطرح عليك في امتحان آخر العام ونكون قدرنا نوصل لبر الأمان أشكركم وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله كان معكم معافة إسماعيل كبير الهندسة والميكان الزرعية شكرا